أحمد، في البارح كانت اجتماع في جامعة، بين الجامعة وكذلك النوادي، نجم نقول له خذت بخاطر النوادي لكل الجامعة ومشات اللي حاشتوا بحاجة عطتها له؟ في تقديري معنتها هي الدعوة إلى عقد اجتماع مع الأندية بعد كل المعنى البوليميكي اللي صار هي خطوة جريئة وخطوة ممتازة، المخرجات متاع الاجتماع تقريباً كانت ممتازة، الناس كلها خرجت راديا، وخاصة الترجل الرياضي التونسي، يعني تقريباً اللي كان طالب به خذيه، يعني مبارية السوبر كوب، معنى تعاود وتمت برمجتهم، الدربي وله في الويكان، اتبقت مسئلة المشاركة في الشان من عدمها، أنا في تقديري راه مش معقول الأندية تاخو مكان الفيديراسيو في تقرير مصير المنتخبات الوطنية والمصلحة العليا، عليش أحمد، خط الأندية تغزل من منظورها هي ومصلحتها هي، لكن هي في مصلحة وطنية، يا إسلام، راهي الأندية تعاملة الجمعيات بش تخرجلنا ملاعبية، الملاعبية ذوقي مثلوا المنتخبات الوطنية في التظاهرات القارية والإقليمية والعالمية، ويشرفوا كرة الخدمة التونسية، ووقت اللي معانت الأدوار تتبدل، تولي الأندية هي لتقرر في مسائر المنتخبات الوطنية، اللي هنا تولي يراه مشكلة، ونعلمك حاجة، اللي يراه الانسحاب من الشان، مش تكونوا تداعيات خطيرة لو تراسل الجامعة التونسية لكرة الخدمة الاتحاد الأفريقي، وتقولوا وراي الأندية طالبت بالانسحاب من المشاركة في الشان، حتى الأندية تتعرض العقوبة بعامين ما تشاركش، مين هذي؟ قانون هذي؟ قانون هذي؟ قانون هذي؟ قانون هذي؟ امشي كالفديراسيون تراسل، لو بحظين نتحكي تحت رقابة زوز موحامين، سأكملك سأكمل، سأكمل، نعرف المنتخبات، عاكم ما شاركش في التظاهرات هذهك، المنتخبات التي أعلنت عدم مشاركتها في الشان، رأي راسلت الاتحاد الأفريقي منذ شهر سبتمبر، أنت يا هكا تجي توقف شهرين، وتحب تنسى حب؟ رأي مش معقول، أولا أنت حطيت الكاف على ذهرك، وهذا مش معقول، ثم الخبراء القانونيين، اللي كانوا حاضرين البياح في الاجتماع، متع النوادي الكل، ومتاع الجامعة ما يعرفوش الحاجرين، مشي تعاقب النوادي، أنا هون عتيك في معطيات، ودخل أقرب قانون متاع الكاف، لو سيد كامل يدير، ولي هيئة التسوية، تراسل، الاتحاد الأفريقي ينوكورة القدم، وتقول له، رأوا القرار تم اتخاذه، سويت، للاجتماع مع الأندية، اللي رفضوا المشاركة في الشان، حتى الأندية تتعاقب عامين ما تشاركش، هذه معلومة مؤكدة؟ معلومة أكثر من مؤكدة، على ذلك أنت كنتي، أنا أخي، معلومة أكثر، هل عشت عنكم فكرة على الموضوع كامل، ما هو يمنع؟ عملوا فيها الفيريفيكاسيو، ها موحامي بحذيب، أحنا شنو يمنع؟ من هنا أن أخذ الحصة، عشت عملونا فيك الفيريفيكاسيو، شو؟ خلي كاملوا بعض، خلي كاملوا بعض، خلي كاملوا بعض، أحنا ما ذرنا، وشنو يمنع؟ باش نشاركوا في الشان، بالمنتخب متاع الأندر 20، اللي كان في مصر، وشارك في اليناف، واللي عنده تصوير دولامبياد، خمسة ستة ملاعبية، ويمشي يشارك في الشان، أولاً، يمكننا، من أنه على الأقل، نكتشف ملاعبية، أنا قلت حتى من الليكدون، هز منهم، هز من الليكدون، هز خمسة ستة ملاعبية، وخرين علش ننسحب؟ علش ننسحب معك، علش نعمل في الدوينة مع الكاف، دي مش حتى دوينة، حتى دي كنتي، بأصلحتك أنت، نشوفهم ملاعبية جدد، نكتشفهم ملاعبية، نشوفهم ملاعبية في النفو، هزيك الشيء نجم ويعطيوني، بأيك نعمل خزين للمتخبين؟ نحن راهو مع إرضاء الأندية، ومع المحافظة على نوع من الاستقرار، والسلم الأهلية كما يقولون، باش مان هيجوش الجماهير، ووقت تعرف احنا دي ما، مصلحة اللوادي، واندي قبل المنتخبات الوطنية، باي سيدي، أنا ما نمسش ملاعبية كبار، من التارجي، من الفرق الكبار، اللي قادر تحتاجه، أ honey yox uk 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 هذي حاجة اللولة. ما عنده مش حتى علاقة. ما فهميش. هو ما رفضوه ما رفضوه ما رفضوه ما رفضوه ياخي طوانك كمكتب جيبي كماليدير بش نبعث الكاف. بش نبعث مراسر انا نعتذروا عالمشاركة في الشان ومش بالضرورة. اخي سالة هي. ما بررها. خجيني قبل شهين وتتسحب. ماكش حر. الفصل شي قولي. المتحدث لك هانا عملت مكاجمون اشن هو. فصل قانوني يقول كل ما يتشاركشي تعرض العقوبات متكيب ناسيونال ما حكيش عاليكي. اذي رقوه قانون. هاتو الستاذين كملت شهر. ايه. اكيد تداو مستوي. انتي عملت ممكاجمون. يا سيدي خواي انا بش نعرس غدوه وبطلت. مش على كيف. خلينا بالعرف انا احنا الحكيو قانون. انا على كيفي فما فما فلوس تدفحها. خمسين الف دولار. خمسين الف دولار. وو تعاقب زوز جوتو بنوا مع الكرة الكرة التونسية الأولوية توا المكتب الجامعي يجيسر الكرة التونسية كما يدين ما يعمل حد شيء ما يسير حد شيء كان يوصلنا للنهارة كان يوصلنا للنهارة يعني إلي أن ترشين مع المكتب الجامعي بعلاقة منتخب وطني ما يمشيش يشارك في الشعر إرضاء للانديا احنا نحكيوا على المبدأ رأوا عندما تقتذي المسلحة الوطنية رأوا منتخب وقت تحكيه على منتخب وطني شمعانة الانديا تقرر مسير منتخب وطني خي احنا نصبقوا مصلحة الانديا مع كامل احتراميتي لكل الانديا على حساب المسلحة الوطنية انا 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 توطل مو مع احمد الصالحي في انو مش معقول انو المفروض انو المكتب الجامعي يكون صاحب السلطة صاحب لكن بما انو المكتب الجامعي يقبل انو الانديا تدخله في الرزنامة وتدخله في نهار السبت ونهار الاربعة واحد بش يقبل مانا كي بولو بلوس بولو مو والعكس صحيح اذا كان قبلت انهم يدخلو لك في قرار فبش يدخلو لك في قرار انا من نجمو نحكيو فيها نتنقشو فيها بسيرش اما هذه مصلحة منتخب بمعنى خنكملك انا نحكيلك على المكتب الجامعي وقوط وقدام في مواجهة الانديا ثم اطار زماني واستثنائي هذي لجنة التسوية تقولك انا ماشي على روحي مالي ومالهم انا داخله معاهم في عركة وكلات بعضها اعلاميا وبلاتويت جندت والتراجي ومظلومية ومنقردين والدنيا كلات بعضها وقد دنيا قامت وما قعدتش والحال انو المكتب الجامعي طبق القانون لم يخطأ في حكاية بنقردين والتراجي لم يخطأ بنقردين رفضت دونك ما نجمش يبدل ومع ذلك الدنيا قامت وما قعدتش يقولك انا سيب علي جاءوا في الشان بما جميع الانديا جميع الانديا كانت رافضة رو مية في المية من الانديا رافضة المشاركة في اخو يفك علي يقولك بالرغم الي هو تصحيح كلمك يصحيح كلمك انو ذي مصلحة وطنية لهنية هومة حتى خبراء الكورة وليح يقولك شنية الفايدة من الشانة ذي ما في حتى فايد يقولك ما عندي منو حتى فايدة اعطاك لك ما تحكيش باسم خبراء الكورة خدك مسألتهم عشان تيريه اللي ينسبت لهم الكلاب هيبك سألتهم الكلب نحكي لك اللي تحدي معاه هانا اللي نسمحهم كورجية مختلفة مختلفة الانديا ناتر احنا ما نحفظ المسلحة العامة هاي مساج نعطي ونحفظه مسلحة الانديا انا متفق معاك في اللي قلته لكن هذا مكتب جامعي لجنة تسوية ما هيش مكتب جامعي القاروح وفي مواجهة طفان متاع انديا رافضة يا اخوي انا ما تحبوش مش لازم هذا هو المنطق هذا رجل الدولة مجموش تصرف هاي لا 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 لجنة تسوية رجل تسوية ما مش رجل دولة رجع انا في تقديري سيد كامل يدير رجل دولة سأبدو نعتد لك القوانين عور الانديا ما رجوع حتى عليك ما تتعاقب ش هاي ما رأتيك القوانين ما تقول تقول انهو اذا كانون التواصل انسحاب متعك كما مصر كما من الليل من قبل قال brauch اذا كان انتي انسحبت خلال تاوة مع عنيon ta khipeh هوها ك success معانتها من الأول توانونسي وبعد انسحبت 50 ألف دولار ومتشاركش في نسخة واحدة برك إذا كان أنت انسحبت بعد إجراء القرعة صارت القرعة عن تعليبول لكنك معانتها وانت انسحبت فالعقوبة تولي 100 ألف دولار وزوز نسخ ما تشاركش فيهم واضح في حالة فالانسحاب بعد إجراء عملية القرعة الخاصة بالنهائيات فالعقوبة هي غرامة ومفهم مش حد شي يتعلق بالنوادي كما قال أحمد الصار العقوبة الثالثة أقصى عقوبة كي تجي انتي فانجور قبل انتي يلاقي للشان 18 يوم 18 يوم العقوبة تولي 120 ألف دولار وثلاثة نسخ غالف فذائي العام أحمد الصار مش غالف هو مش قارف خلو نفسر لك عادنا أنا قلت لك انتي مو بش تبعث للكاف ولا كماليدي بش يقول لهم اسم هرا والأندي نزلوا علي وراني بطل الآن لا 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 حده هو البلح في تسريحه وقال بش نراب عثل الكاف من فصل لهم الوضعية لا لا انتي مش فصل لهم الوضعية تقول لهم راح من الأندي يطالب وما بعد ال مشاك مايتعقبوش ماتر مايتعقبوش شنو ريهانك من حجموش لاغبنا خيرا لا هما رياضين يويدو بوك لا لا اذا كان كماليدي يبعث يقول راهو سبب انسحابنا من المشاركة فالشان هو اجتماع الاندي اللي يقرروا معلثها انا مشاركوش وقت اتعاقب الاندي باي خلص ماهو مالوين ايه كلمة بركة ياخي ايش تخسير رو بشي يبعث تقرير كامل بشي صبه بشي كتب ورقة بشي كتب رو نعلن انسحابنا من الشان لقال بشي نفسه له مش نيالي الظروف هو وقال هكا هو وقال هكا